استمارات للبطاقة الموحدة أطلقتها بعض المكاتب داخل مدينة سامراء مقابل دفع مبالغ مالية تدفع لتلك المكاتب لكن المواطنون تفاجأوا أن مكتب إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في المدينة لم يقم بفتح روابط التقديم الأمر الذي دعا عدد من المواطنين إلى المطالبة للإسراع بفتحها وإيقاف المستغلين للمواطنين نطالب البطاقة الوطنية الموحدة نروح للمكاتب المكاتب ينطونا استمارة ونجي هنا يقولون ما نفعله رحنا للمكاتب سحبنا السماير مع البطاقة الموحدة فلما راجعنا المركز مع البطاقة الموحدة جينا على المركز يقعنا ما نفعل لقعنا بعمل وصيانة ليش لحد الآن ما نفعله والجميع المكاتب بدأ نسحب منها السماير وكل السمايره بعشر تالاف زين شوكت يفعلوها شوكت نعرف يريد يفعلوها ليش نرجع للمركز وما نلقى أي بطاقة الإدارة المحلية للقضاء أكدت أن عمل البطاقة الموحدة في سامرة لم يبدأ إلى الآن مشارة إلى أن قائم مقامية القضاء ستعلن خلال الأيام المقبلة عن آليات التقديم وتوجيه المواطنين لاستخدام الروابط الخاصة بإصدار البطاقة الموحدة لاحظت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أن هناك عدد من المكتبات وأصحاب المكاتب يروج للمواطنين بأن يتم أخذ المعلومات حول رفض البطاقة الموحدة بتفاصيل كاملة عن المعلومات العالية من أجل أخذ تسلسل لأجل إنجاز معاملتهم الخاصة بالبطاقة الموحدة لكن واقع الأمر هذا الشيء هو غير صحيح لأن البطاقة الموحدة في سامراء لم تفتح ولذلك أنا أهيب بمواطنين الكرام في مدينة سامراء بعدم التعامل مع هكذا مكاتب إلا بعد أن يتم افتتاح البطاقة الموحدة في سامراء ويتم من خلال الإدارة المحلية تعيين أو توجيه المواطن حول الروابط الكترونية الخاصة بأخذ المعلومات الكاملة والحصول على التسلسلات المطلوبة من أجل إطلاق البطاقة الموحدة للشخص مع عائلته ويتطلع المواطن السامراء إلى الإسراء بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية الموحدة بعد أن أغلقت دائرة الجنسية بوابها أمام المراجعين ليتسنى لها العمل بنظام البطاقة الموحدة لقناة سامراء مصطفى عبد الحميد سامراء